خشية من انهيار المفاوضات التي تجريها بغداد مع واشنطن بشأن الانسحاب أقدمت الفصائل المسلحة على اتخاذ جملة من الاحتياطات الأمنية تحسباً لوقوع هجمات أمريكية محتملة وبالأخص على الشريط الحدودي الذي يجمع العراق مع سوريا وكان رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني قد أكد أن الحكومة متفقة مع رأي الفصائل برفض الوجود الأجنبي لكن تختلف معهم في طريقة إنهاء هذا الوجود واضعاً خيارين أمام تلك الجماعات أولها تسلم سلاحها بالكامل للدولة أو الانخراط بالأجهزة الأمنية كخيار ثاني وعلمت وانيوز من مصادر أمنية رفيعة أن الفصائل شددت الإجراءات في المعابر الحدودية مع سوريا ونقلت قوات وسلاح من العراق عبر معبر القائم إلى منطقة المربع الأمني في دير الزور داخل سوريا كما جهزت الفصائل ملاجئ لها ومخازن تحت الأرض للسلاح وذلك لتجنب الضرر في حال تعرضها لضربات جوية أمريكية وفقاً للمصادر نفسها وتتوجس تلك الفصائل خيفة من عمل عسكري أمريكي محتمل وذلك بعد جولة أجراها قائد عسكري أمريكي رفيع على الحدود بين العراق وسوريا وهو ما استدعى تحرك الفصائل العراقية وتفيد المعلومات الواردة بأن ذلك القائد الأمريكي هو الجنرال مايكل آريك كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية وقد زار في نهاية الشهر الماضي منشآت عسكرية تشغلها واشنطن في المثلث الحدودي العراقي السوري الأردني وشملت جورة كوريلا موقع البرج الثاني والعشرين الذي تعرض للاستهداف في وقت سابق فضلاً عن قاعدة التنف وارميلان ومخيمي روج والهول للنازحين وذلك لتقييم عمل المنشآت ولقاء القادة المحليين الموالين للجيش الأمريكي هناك